قال سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربيه ونبلوكم بالشر والخير فتنه الابتلاء ليس فقط في الفقر الابتلاء بالغنى أيضا فالله يبتلي بالغنى ويبتلي بالفقر اختبار الابتلاء هو الاختبار وفي ناس ينجحون بهذا الاختبار بالغنى وفي ناس ينجحون بالاختبار بالفقر وفي ناس يرسبون في اختبار الغنى وفي ناس يرسبون في اختبار الفقر وكان سعد بن عبادة رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول اللهم أغنني من فضلك اللهم إني لا أصلح للفقر ولا يصلح الفقر لي فاللهم أغنني من فضلك وكان كريما رضي الله عنه حتى ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى أنه منذ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى أن توفاه الله عشر سنوات كل سنة 365 يوم يعني 3650 يوم يقول لا يمر يوم إلا ويهدي لرسول الله هدية سعد بن عباد سيد الخزرج رضي الله كان يقول لا أصلح للفقر ولا يصلح الفقر لي اللهم أغني من فضل تلخش دعاء ودعو به ادعو الله تبارك وتعالى فالمهم أنه يقول الله تبارك وتعالى فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم يعني بعض الناس يظن أن محبة الله له وعدم محبة الله له مرتبطة بالغنى والفقر هذا غير صحيح ما كان يحب الله سبحانه وتعالى أحدا من البشر كحبه لمحمد صلى الله عليه وسلم وقال إني أبرأ إلى كل خليل من خلته فإن صاحبكم خليل الله صلى الله عليه وسلم ما نعلها أحد إلا هو وقبله إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ومع هذا كان متوسط الحال صلى الله عليه وسلم وخير بين أن يكون ملك الرسولة أو أن يكون عبد الرسولة فاختار أن يكون عبد الرسولة صلى الله عليه وسلم فالله تبارك وتعالى هذه الدنيا يعطيها من يحب ومن لا يحب قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم الأيام أي قل هي للذين آمن في الحياة الدنيا مشاركة أي يشاركهم فيها غيرهم وإذا تجد الدنيا هذه هناك أغنياء كفار وهناك أغنياء مسلمون بل لعل الأغنياء الكفار أكثر قل لا له الأغنياء الكفار أكثر من الأغنياء المسلمين حتى الآن في أغنياء العالم لو وجدت الكفار أكثر غناء من المسلمين فالقصد أن الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب ليست علامة أو دلالة على محبة الله تبارك وتعالى وكذا الفقر ليس دلالة على بغض الله تبارك وتعالى للإنسان ولكن هذا تصور هؤلاء الجهال يقول أما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول رب أكرم يا ربي يحبني بدليل أنه أعطاني هذه الأموال ولذا ذكر عن قارون قال إنما أتيت على علم في بعض التفاسير على علم أني أستحق ذلك يعني الله يعلم أني أستحق ذلك إنما أتيت على علم يعني فضلني الله على علم أني مستحق لذلك فيقول ربي أكرم